الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي إذن المرحلة الرابعة الدرس الثاني والأربعون النسبة المئوية اثنان كسبق أن تطرقنا إلى درس النسبة المئوية واحد وفي ذلك الدرس كنا قد تعلمنا كيف نحول النسبة المئوية إلى كسر وكسر إلى عدد عشاري ونسبة مئوية إلى عدد عشاري وكنا قد يعني حددنا النسبة المئوية حددنا المبالغ إلى آخره إذن اليوم لدينا الحديثة على ثلاثة ديال الأمور لدينا نتحدثه على تخفض ونتحدث أيضا عن الزيادة والزيادة فيها الجوج الزيادة فيما يخص الأبنك والزيادة ديال الضارب لذلك لدينا ثلاثة ديال المواضع ولكن اليوم سوف نشتغله في صفحة 112 وبعد ذلك سوف نجد صفحة 113 لكي نفصل أكثر ولكي لا يكون الحصة طويلة إذن نبدأ بالتمرين الأول إذن يمنح تاجر أو متجر تخفيضا قدره 15% في أثمينة الملابس إن العبارة تخفيض 15% تعني أن كل 100 درهم تخضع لتخفيض قدره 15 درهم وهكذا عوض أدائي 100 درهم نؤدي 85 درهم هدف الحالة هي 100 درهم مزيد إذن في المكتباتي تم تعليق اللافتة الآتية تخفيض 15% بالنسبة للتلاميذ والطلبة إذن ألاحظ الجدول وأكمل مزيد إذن هنا سوف نتكلم عن الحالات التي تكلمنا عليها كان لدينا التخفيض وكان لدينا الزيادة كيف نتكلم عن التخفيض؟ نتكلم عن المواء يعني العملية التي نفعلها هي المواء كيف نتكلم عن الزيادة؟ نتكلم عن الزائد يعني الزائد كيف نحسبوه المبلغ المودع أو للتامن الأصلي كنزيدو عليه ذاك الشي اللي حسبنا ديال المبلغ إما المبلغ ديال الزيادة ديال الفائدة أو للمبلغ ديال الزيادة الضاربة إذن دفع مدام الحاديث على التخفيض سنخدموه على التخفيض قبل ما ننجزوه التمرين سنفهموه ثلاثة ديال أربعة ديال العناصر كان لدينا الثامن العادي اللي هو قبل التخفيض وكين عندنا نسبة التخفيض وكين عندنا مبلغ التخفيض وكين الثامن بعد التخفيض فهدي أربعة ديال العناصر أساسية شنو الثامن العادي قبل التخفيض يعني الثامن اللي كان قبل ما ملحانوه تأولمو البوتيك دبا هنا في هاد الحالة خصونا ندخلو البوتيك فاشغل مشيوه بعد لاحظة خصونا ندخلو البانكة بحلي تدخل البانكة وبغيت تهضر مع أصحاب البانكة ثم مشي لدار الضاربة عاو ثاني شنو؟ او لا مشي لأه فين كي تزاد الضاربة فين كي تزاد الضاربة عاو ثاني خصونا ندخل دراسك بحلي مشيتي للمكان ديال الضاربة إحنا كنت تكلموه التخفيض بحلي داخلين واحد البوتيك معلق واحد لللافيته ديال التخفيض إذن هنا التمن العادي شو التمن العادي هو التمن اللي كان مولا مولا المتجر كان كيحسب على الناس قبل ما يخفض ومن بعد فاشعلق اللافيته ديال التخفيض مثلا هاد الحالة اللوولا هاد نشوفوها 10% هي نسبة التخفيض المبلغ ديال التخفيض ما هو المبلغ التخفيض مبلغ التخفيض يساوي التمن العادي مضروب في نسبة التخفيض مبلغ التخفيض يعني شحال السيد شحال الربحتي نتمنى المتجر على الأقل لافيسة شحال الربحتي ديال الفلوس قد تخلص قد قد وعد لقيت نقص بهذه نسبة التخفيض شحال غادي نقصو ديال الدراهم ولهذا هنا ديرين الدراهم مبلغ التخفيض بالدرهم اذا سنطبقوها في هذه الحالة اذا عندي الثامن الأصلي في هذه الحالة عندي 700 درهم ونسبة التخفيض عندي 10% ولكن انا سابقا كنا عارفنا بان هذه كيمكن نحولها عدد كسري هي 10% وكيمكن نحولها عدد 10% ما غاديش نخدم بها هكا غا نخدم بها هكا ولا هكا اذا نضربوها في 10% أعلى 100% او نضربوها في 0.10% اذا شحال تعطينا 70 درهم اذا 70 درهم هو الثامن اللي يربح المشتري هذا كل اللي بغي يشري الضيضاعة من بعد عملية تخفيض ربحته 70 درهم فالكتي غا تخلص في البداية 700 درهم شحال غا تخلص من بعد؟ هنا كنديروه الفرق اذا دابا هنا شنوه الثامن بعد التخفيض؟ هو الثامن العادي قبل التخفيض كننقصه منه مبلغ التخفيض وكنلقوه الثامن بعد التخفيض اذا هنا غا تكون هي 700 درهم ناقص 70 درهم اذا هذا الشاش قلت لكم في البداية عندما نتحدث عن تخفيض نتحدث عن ناقص اذا 700 درهم نقص منها 70 درهم قد اعطينا 630 درهم هذه الحالة الأولى وهذه الحالة هي اللي معطينا في هذا التمرين هذا اذا اعطونا الثامن العادي وعطونا نسبات التخفيض وحنا خلصنا نحسبه مبلغ التخفيض وعادنا نحسبه الثامن بعد التخفيض اذا هذه الحالات لا ينشي المهار سيكون ونجبدو هذه الورقة ونتكلم عنها اذا دابا نرجع لتمرين ديالنا اذا اذا ما حال تخفيض نسبة التخفيض دابا نسبة التخفيض عندي 15% الثامن العادي بالنسبة للمونجيد 60 درهم بالنسبة للاعلام 25 درهم بالنسبة للكتاب العلو 35 درهم الناس سيشرون بهذا الثامن ولكن الطلبة والتلاميذ تخصون لهم تخفيض ديال 15% دابا نحسبه بالنسبة للمونجيد المونجيد مبلغ التخفيض ديال المونجيد Regarding you? ما هل سيكون بنا بلغ ونحسبه مبلغ التخفيض وإن فلنلاقوه مثلicho نلقصه من ثمن العادي ونلقون ثمن البنت بـ Где ما نبلغ تخفيض بالنسبة للمونجيد 70 در higher او الى 60 في 0.15 اذا هذا مبلغ التخفيض نقوم بعملية حسابية 60 مدربة في 15 على 100 اذا اعطينا 9 درهم اذا اذا تخفض المنجيد تخفض 9 درهم اذا اذا نريد ان نعرف المنجيد سوف نقوم بعمل 60 نقوم بعمل 9 درهم اللي هو مبلغ التخفيض سوف اعطينا 51 51 درهم اذا الطلبة سوف يشري المنجيد 51 درهم الناس العاديين سوف يشريهم 60 درهم لانه 8 الناس العاديين اذا سوف نرى مبلغ التخفيض بالنسبة لكتاب الاعلام اذا هنا اسمينات الملابس نرى هنا 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 25 درهم 25 درهم اذا نضرب 15 على 100 او لا 25 درهم سوف نقوم بعمل ونقوم بعمل 35 درهم فاصيلة 75 إذن هذا الطلبة والتلامي إذا ربحوا 3 ديالة درهم في هذا الكتاب إذا شروا هذا الكتاب غضي ربحوا 3 درهم إذن غضي نديروا 25 غضي نقصوا منها 3 درهم فاصيلة 75 ونشوفوا النتجة إذن غضي يأخذوا هذا الكتاب غضي يأخذه ب21 درهم فاصيلة 25 21 درهم فاصيلة 25 كتاب العلوم كذلك نأخذوا 35 ونضربوها بصحر فاصيلة 15 وهي نسبة التخفيض ونشوفوا شحان التطيع إذن 5 فاصيلة 25 إذن 5 درهم فاصيلة 25 هو 8 مبلغ التخفيض نقصوه من 8 أصلي العادي دي للناس العاديين إذن 5 فاصيلة 25 ونشوفوا شحال غضي يبقى طلبة شحال غي يأخذه إذن 35 ناقص 5 فاصيلة 25 إذن 29 درهم 5 فاصيلة 75 فاصيلة 75 إذن هذا كل ما يتعلق بالتخفيض سوف نذهب لتمرين الثاني ونشوفوا على شك يتحدث وشك يتحدث على الأبنك وشك يتحدث على الزيادة وشك يتحدث على الضاربة كلها تمرين وعلى شك يتكلم ولكن هما راه نفس سوف نشوفوا في النهاية هذه الحصة بأنه راه نفس السيناريو ما شك يش حاجة أنا شك هنا قوت قوت المصطلحات وهو وراء عملية وحدة هي هذه اللي وريدتكم في هذه الجدول سوف نشوفها خلال هذه الحصة إذن فتح أبو أحمد حسابا بنكيا بتاريخ 1 يناير 2003 وأودع فيه مبلغا ماليا قدره 10 ألف درهم وجد أبو أحمد بتاريخ 1 يناير 2004 أن المبلغ المسجل في حسابه أصبح 10 ألف درهم و 500 درهم نفهموا هذا الشي إذن فتح أبو أحمد 1 يناير 2003 في هذه الأضط هذه حط هو مليون 10 ألف درهم وفي أجدار العام ووصلنا إلى 1 يناير 2003 لقى ذاك المبلغ دياله ما بقىش فيه مليون ولس فيه 10 ألف درهم و 500 درهم يعني مليون و 10 ألف ريال بالريال دب السؤال أحسب المدة الزمنية التي استغرقها المبلغ المالي في البنك إذن هذا السؤال بين إذن هنا المدة الزمنية عام سانة إذن سانة واحدة حيث من 1 يناير 2003 1 يناير 2004 بكم زاد المبلغ المالي المودع خلال هذه المدة إذن هنا تزاد بـ 500 درهم كان عندنا 10 ألف و 10 ألف و 500 إذن تزاد بـ 500 درهم وفسروا معنا هذه الزيادة إذن هنا إذن هنا المبلغ غاديمشي و عودة أن نرجعوا للجدول المساعدة فتلاقي أربعات هي العناصر أساسية عودة دبا كنتكلموا عن دخلنا البنكة قبيلة كنا في البوتيك في المتشر نتحدث عن التخفيض دبا دخلنا البنك نتحدث عن النسبة على سعر الفائدة المصطلحات غير مختلفة هذا الشيء دبا لش أنا درساد الورقة باش هادي رهية هادي نسبة نسبة غير هادي كيسميوها سعر الفائدة في البنكة وفي البوتيك كنقولوا نسبة التخفيض وفي التخفيض كنديرو الناقص وفي الزيادة كنديرو الزايد هذا الشيء اللي غادي نكتشفوه خلال هذا الحصة هادي إذن شنو بغينا هنا نتكلموا عن العناصر قبيلة تكلمنا على التمن العادي هنا كنتكلموا عن المبلغ المودع هو الرسم المالي واحد الإنسان عنده واحد القدر مالي كيديه البنكة وكيحطه إن فوقي يحطه البنكة كتحسب لها واحد نسبة ديال الزيادة وهذا النسبة تتغير كل عام شحل كتكون تحددوها يحددوها البنكة المركزي إذن هاد النسبة هادي كنت تسمى سعر الفائدة إذن احتها هي نسبة مئاوية مثلا نشوفوا هاد الحالة هادي واحد الإنسان حتى عشر ألف درهم في البنكة إذن سعر الفائدة البنكة البنكة الشعبي مثلا أو لأي بنك كيحسب ثلاثة في المئة سمشي البنكة آخرى تلقى حاجة آخرى كل واحد شنو كيحسب إذن ثلاثة في المئة شنو ما عندس ثلاثة في المئة؟ يعني إذا خليتي فلوسك في البنكة عام كنقوله بلوكتها كتزاد لك ثلاثة في المئة يعني نسبة الفائدة ثلاثة في المئة إذن هنا سنقول لدينا مصطلح الفائدة الثانوية ما هي الفائدة الثانوية؟ يعني هذا الإنسان شحال يستفد إذا أرجعنا لتمرين هذا الإنسان هذا الأبد الأحمد استفد خمسمائة درهم نشوفوا الحالة دينا ثلاثة في المئة شحال غير يستفد مول هادل عشر ألف درهم إذا أحط عشر ألف درهم في البنكة إذن الفائدة الثانوية شنو هنطبقه؟ غير ينطبقه ديكشل يشف نقبيلة هي نفس العملية غير المصطلحات المختلفة إذن باش نحسب الفائدة بحال كنحسب مبلغ التخفير إذن شنو هي الفائدة الثانوية؟ شنو كتساوي؟ الفائدة الثانوية كتساوي المبلغ وكنضربه في السعر المبلغ في السعر ولأن الفائدة كسعر أنا أنا السعر علامية ولكن أنا كنعتبر هذه خصمة دائما كنو كنعرفوها بأنها ثلاثة علامية أولا الصيفر فاصيلة الصيفر ثلاثة إذن يا إما هك يا إما هك إذن دابة هنا غدي ربما نخليه وحنا على مية إذن دابة هنا شنو غدي ندير؟ لما بلغ لما بلغ شحل عندي عشر الله في درهم غدي نضربها في ثلاثة وغدي نقسم على مية وغدي نلقى هذا السيد هذا شحل غدي يربح إذا خليه عشر الله في درهم فلابونك إذن شو جوج أصفار مع جوج أصفار عشر الله في ثلاثة ثلاثة إذن ربح ثلاثين يعني عشر الله آه درجة نقليلة إذن عشر الله في ثلاثة درهم إذن ثلاثة درهم إذن الفائدة السنوية ثلاثة درهم المبلغ بعدها مرور سنة شو أول مبلغ بعدها مرور سنة؟ قبيلة شفنا الثامن بعدها التخبيط مبلغ بعدها مرور سنة؟ بعدها مقدس سنة شحل غدي يوayd عليه عنده كراس المال كي يو喊 لي واحد راس المال جديد وله هو غدي كون هو عشر الله في درهم وغدي يزيد عليها ثلاثة درهم وغدي نزيد عليها ثلاثة درهم وغدي تعطينا persons عشر الله وتل تميات دحH إذن هذن الشي بالدرهم الفائدة بالدرهم السعر للفائدة مهندوش وحدة إذن هنا الدرهم إذن هذن هذن مهنداش وحدة إذن هنا شنو الفرق بين الجدول الأول والجدول الثاني؟ هنا كنزيده قبل كننقصه لا أقل ولا أكثر إذن هاد الشي غاد نمشي ونطبقوها عند الأبدية الأحمد إذن أحسب إذن أفسر معنى هذه الزيادة معنى هذه الزيادة يعني هاد الزيادة هي 500 درهم غاد تزاد ليه خلال سنة هذا هو المعنى خلال سنتين غاد تزاد ليه غاد تزاد ليه كتر غاد تزاد ليه ألف درهم خلال ثلاث سنوات وهكذا ولكن إلا كان القدر المودع من 10 درهم إذن أحسب النسبة المئوية التي تمثلها هذه الزيادة بالنسبة للمبلغ المودع ده أريد أن أراجع الجدول دينا الجدول دينا واش طلبوا مننا المبلغ بعد مرور سنة؟ لا عندنا ها هو هو 10500 طلبوا منينا المبلغ المودع عندنا 10000 درهم إذن شنو كيطلبوا منينا؟ كيطلبوا منينا النسبة المئوية إذن هذه هي إذن الحالة الثالثة هنا تفرحنا في هذه الحالة عندنا هادي وعندنا هادي وعندنا هادي ولكن ما عندناش هادي هادي سهلة باش للقاوها للمبلغ المودع غادي ساوي هادي نقص هادي 3300 درهم أولا 33000 درهم غا نقصونا ها 3000 درهم وعندنا 30000 درهم ده باش للقاوه النسبة أو لسعر الفائدة إذن ماذا يسوي سعر الفائدة؟ رجعوا للعلاقة إذن سعر الفائدة أنا عندي هادي وعندي هادي ولكني ما عنديش هادي إذن شنو غادي يسوي سعر الفائدة؟ إذن سعر الفائدة غادي نطبق هادي غادي نقسمها على المبلغ ونضربها على 500 وغادي نقسم على المبلغ المبلغ الأصلي اللي كان عندي إذن هادي هي العلاقة من هادي العلاقة كنخرجوا هادي إذن دبا غادي نطبق هنا يا بعدها عدم شو نطبقه عند الأبدية الأحمد أنا عندي ما عنديش سعر الفائدة ولكن عندي الفائدة الفائدة شحالة 3000 درهم غادي نضربها في 100 وغادي نقسم على المبلغ اللي هو 30 ألف درهم غادي يمشي وجوج أصفار مع وجوج أصفار يمشي وجوج أصفار مع وجوج أصفار 30 على 3 هي هي 10 إذن 10 في المبلغ غادي مشو نطبقها بنسبة للحالة ديال أحمد أب أحمد إذن عندي شنو كان علش كان قلب أنا على النسبة المئوية ديالنسبة المئوية أذن شنو غادي سكون غادي سكون هي مبلغ الفائدة غادي نضربها في 100 ونقسم على المبلغ المودع اللي هو 10.000 درهم. اذا الفائدة اه اه وخا. اذا الفائدة شحال كانت عالنا 500 درهم اذا 500 درهم وضروبة في المياه. نقسمها على 10.000. جوجة اصفار جوجة اصفار جوجة اصفار جوجة اصفار اذا 5 في المياه. اذا 5 في المياه هي هو هو سعر هذه الفائدة. نتأكدوا. باش نتأكدوا. قد نضربوه 5 في المياه في 10.000 درهم. مخصصة اعطيني 500 درهم. اذا 5.5. اذا لو بغيت نتأكد غنضير 5 في 10.000. ونقسم على 100. مش وجوجة اصفار مع جوجة اصفار. 500 درهم. اذا صح. اذا ننتقل الى التمرين الرابع. والثالث. اوضاعة سيدة عائشة مبلغا ماليا قدروه 13.000 درهم لمدة سنة في احد الابنك. اذا احنا هندخلوا للبانكة. اذا دبا كنت ندخلوا للبانكة. كنت تكلموا عن المبلغ المودع. كنت تكلموا على اللي هو رس المال. كنت تكلموا على سيار الفائدة. وكنت تكلموا على الفائدة السنوية. وكنت تكلموا على المبلغ بعد مرور سنة. هكا غيط ستدخل التمرين تلقى فيها البانكة حضر هاد المصطلحات والعلاقات. اذا دابة هنا لمدة سنة. اذا علمت ان كل مئة درهم تزيد بربعة فاصلة خمسة درهم. اذا شنو كيعني هذا? كل مئة درهم كتزيد بربعة فاصلة خمسة درهم. هذا يعني ان من هاد الجملة غادي نتخرجه شنو? النسبة المئاوية. اذا ربعة فاصلة خمسة في المئة. اذا هذا هو السعر الفائدة. هنخرج السعر الفائدة. دابة السؤال وحسب المبلغ الذي ستستفيد منه السيدة عائشة. قالوا لينا يعني هنا شنو السؤال? المبلغ الذي ستستفيد منه. كانت عندها 13 الف درهم. مش كنا هو المبلغ? مش المبلغ الاجمالي بعدها مرور سانا. لا. فقط المبلغ اللي غا تستفيد. اذا هنا طبيعة الحال هي الحالة هذه. عندنا المبلغ المبلغ الموداعش حال 13 الف درهم. وعندنا نسبة الفائدة او سعر الفائدة 4 ونص في المئة. اخصني الفائدة السنوية. اذا هذا هو السؤال. الذي ستستفيد منه هو الفائدة السنوية. اذا شنو ندير? نضرب هذه في هذه. هذه كان عرفها هي 4 ونص 4.5 على المئة. اذا نضرب 13 الف درهم في 4.5 على المئة. سنبقى. ونلقى الثامن الذي ستستفيد منه السيدة. اذا شنو هي العلاقة? اذا العلاقة انا كنقلب على المبلغ اذا هو الفائدة السنوي. لماذا كنقلب? تقريباً ثلاثين فاربعانص. إذا نضع عملية حسابية. إذا خمسمية وخمسمية 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 وثمانين درهم. إذا مبلغ اللغة السيدة هو خمسمية وخمسمية وثمانين درهم. إذا نضع ستواتشر ألف درهم. هذه النسبة المئوية ستأخذ في آخر سنة العام. سيعطيها رأس المال لها رأس المال لك وسيزيدها هذا القدر. هذا هو المفهم الفائدة السنوية. إذا ننتقل إلى التمرين الرابع. هل التمرين الرابع يتحدث عن التخفض؟ لا. هل يتحدث عن الأبنك؟ لا. إذا يتحدث عن شيء جديد اللي هو الضريبة. إذا هنا سنوضف نفس تقريبا غير المصطلحات تتغيير. هذا وهدف من هذه الحصة هو خصنا نعرف بأن المصطلحات تتغيير. بالنسبة لبعض البضائع تساوي الضريبة على القيمة المضافة طيبية 20% من الثمن الخالص أشطي. هذا يتسمى الثمن الخالص الأورتاكس. حيث تضاف إليه ليصبح الثمن الذي نؤدي عليه الشراء التبتسي. هذا التطال. هذا التطال. إذا سنفهم هذا الشيء عندما نجد الملؤ هذا الجدول. سنمشي الجدول لنا. إذا لدينا هذا الثمن الخالص. ما هو الثمن الخالص؟ الثمن الخالص هو كيف تمشي تشري واحد لمنتوج إلا ما كانت الضريبة. هذا الدولة مثلا تعفينا من الضريبة. لا ننخلص تحاجة إذا ننخلص غهج. ولكن الدولة تحسب نسبة الضريبة اللي هي الطيبية 20% موحدة عندما قدرتها هنا. 20% هي نسبة الضريبة عندنا في المغرب. كان ضرائب أخرى ولكن نحن غالب من هذه الضريبة نتكلمها على 20%. 8 ضريبة. إذا هنا سنخرجوا عودتين في جوج حالة. 8 ضريبة. 8 ضريبة. 8 ضريبة. 8 ضريبة. إذا كما قبيلها 8 ضريبة كيف يكافئ في الجدول هذا؟ يكافئ في نسبة الفائدة السنوية. وكيف يكافئ مبلغ التخفيض بالنسبة للتخفيض. 8 ضريبة يكافئ 8 بعد مرور سنة. وكيف يكافئ الثامن بعد التخفيض. يكافئ هنا الناقص وهذا فيهم زائد. عشان ندرس هنا زيادة. إذا ندبه 8 ضريبة. كيف سنضربها؟ 5 ألاف ونضربها في عشرين على مية. لأن هذه كتساوي عشرين على مية. وكتساوي صفر فاصل إلى عشرين. إذا ندبه إلا بغينا 8 ضريبة. كيف سنضربها؟ نضربها خمسة ألاف. ونضربها في عشرين على مية. ونحسبوه كيف حال؟ الضريبة ستحسب على هذا الشراج. شرية شي منتوج على هذه الضريبة. ستخلص عليه زيادة. إذا الضريبة هي زيادة. إذا إذا لديه جوج في خمسة عشر. إذا ألف درهم. إذا ألف درهم. كيف حال هو الثامن؟ هذا أورتاكس. هذه الطيبية. هذا التوتال. هذا التوتال التوتسي. هو الثامن الذي ستخلص لو أنك أكتمعها من الضريبة. ستزيد عليها ألف درهم من الضريبة. وبالتالي ستعطي 6 ألف درهم. هذا هو المفهوم من الضريبة. إذا نفس العملية. نفس العملية. إذا هنا سنضرب الجدول ونطبق هذا الشيء. إذا الأورتاكس هو خالص. بدون ضريبة. الطيبية نخرجها من الثامن. نسبة 20% إذا هذه نضربها في 20 على 100. وهذه 20% ونلقى هذا. من بعد سنزيد الثامن الذي كنت نخلص بدون ضريبة. ونزيد عليها الضريبة. وسنلقى على الشيء لأن الناس يخافوا من الضريبة. لأن الضريبة هي 20% كبيرة. وبالتالي. هنا. لدينا 1245. 1245. سنضربها في 20 على 100. وسنرى كيف حالة تعطينا. على الثاني الجدول الثاني. لدينا 800. 870. سنضربها في 20 على 100. ونرى كيف حالة مبلغ الضريبة. ثم 626. في 20 على 100. ونرى كيف حالة مبلغ الضريبة. ونزيد على الثامن. owe الثاني أورتاكس ونعطى نناة بعد. ومعه percepción علينا 1145 مضرب المضربة في 20. المعهدد على 120 لمضرب عدة 5 ل Figure 2. ونرى هذه اللtir 1145. مضربة في 20. كيف حالةняя cél à 100. لكنnos أعطينا 1249 راعتهم. ومضروبة في العشرين ثم الثامن الثالث لدينا 626 مضروبة في العشرين ثم قسومة على 100 إذاً سعطينا 125 مضروبة جوش إذاً هذو كلهم بالدرهم إذاً هذو سأجدهم بجذول طيبية الأولى 249 طيبية الثانية 175.6 والطيبية الثالثة 125.9 الثامن الذي سيخلص كل واحد من هذا سنزيد هذا على هذا 1245 زائد 2049 كسعطينا 1494 الثامن الثاني 888 زائد 175.6 ثالثة 626 زائد 125.9 يعطينا 751 درهم فاصلة وهذا هذه هي طريقة الاشتغال هدرنا على التخفيض هدرنا على الطيبية وهدرنا على على الفائدة السنوية في الأبناء إذن هذه خلاصة لذلك الشي اللي شفناه سعر الفائدة هو النسبة المئوية التي يؤديها البنك عن كل مبلاغين مودع خلال سنة إذا كان سعر الفائدة 7% فهذا يعني كل مئة درهم تأخذ عليها 7 درهم إذن هذا ولكننا لا نضع مئة درهم نضع أكثر المبلغ المودع هو رس المال إذن هدرنا على هذا الشيء الفائدة لمدة سنة يسمى الفائدة مدة سنة الفائدة السنوية إذن كان الفائدة السنوية وكان فائدة غير سنة يعني لو بغيت تحت بلوسك 10 سنين وغادش تكون فائدة سنوية غادش تكون 10 سنين إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الصفحة إذن ما غادش ندوزو الصفحة الثانية حتى نديرو لها النطق فيديو وحب سعيد للجميع ترجمة نانسي قنقر